البلد الوحيد بالعالم اللي نسمع بين ساعة و ساعة عن هدره واختفاء أو تهريب أو اختلاس بأرقام مليارية من العقود الوهمية والعقود المبالغ بأسعارها والفضائيين والمصرفات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية وتحويل العقود واختفاء أراضي واختفاء سندات وتكفيل سراق المال العام واصدار حكام عفو خاصة بحق مدانين ومهربين والقبض على مرتشين بمبالغ ما تتعدى كونها مصرف جيب يومي الأصغر ابن مسؤول تطبيق العدالة بعين وحده فتح الباب أمام حيتان الفساد وصاروا مثال أعلى ويشارع لهم بالبنان في بلد ان رفع به شعار السبع اللي يعبي بالسكلة رقي وصار نوزهير واحمد شايع وبين محافظة النجف رموز للشباب اللي نايم للظهر وما قادر يلقى فرصة عمالة معمل وصارت فلانة وعلانة اللي جرا التاهوات ويصعدن باليختات وامهات مراكز التجميل وغسيل الأموال والجوازات الدبلوماسية وليالي ووابة بغداد هناللي شيلان تكرمون الحذاوي هنون أكبر رتبة بالشارع هنال المثال اللي حلما بيه بنات البيوت والمتربيات بلد ينهش به شيشاني والإيراني والباكستاني وبن البلد يعاون ويفتح للباب ويقول له من أين تؤكل الكتف ووين الهبرة الزينة الله يرحمك مل عبودي الكرخي من قائل قصيدة المشهورة بغداد مبنية بتمر فلش وكل خستاوي العراق صار كلها عبارة عن تمر خستاوي لكن ما ظل ببس النواب حسب الأرقام اللي عندنا وحسب الإحصائيات وحسب الناس الطابة وما تقبل تطلع وحسب الأراضي اللي ما يعرفون منه البايحة والرائحة وحسب العفو الخاص اللي يأتي بالمحافظ يهرب مخدرات ولي يأتي لواحد مختلس 180 مليار ولي يأتي لنور زهير ولي يأتي يطلع لواحد مهربه من السجن وقاعد بمكان تعرفه الدولة وين ويهدد ضباط الشرطة اللي يطبون على المكانات اللي ترجع له هذا هو واقع العراق اللي يصبح عليه يوميا لكن للأسف ما نقدر نحكي ونقول هذا الموضوع هو اللي طاغي على كل مواقع التواصل